انا من جديد في اسبانيك سيخر جزء من حصتنا اليوم كريم العواضي يحب يحكي كورا داك، يزينا من المشاكل القمة كريم بش تكون الأسبوع هذا الكليوب والسياسيس ماتش كبير غدوة سنو في الجماهير كيف يشتوف المباراة بين زود في رقصين هم برشة في السيف في نظر الاسماء التدابات التي يجبوه اكيد ديما نقول الكلاسيكو يمكن الكلاسيكو ديما يورينا برجة كورا مقبل مش منتوى يمكن الحاجة البيت في في الكيبيت الذوم اللي راجعوا على بكري اللي فاما 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 نقول نحنا استقرار إداري ومادي وممتو ثم استقرار كوراوي يمكن نادي الافريق الكوراوي يورورنا خير من السياسيس سياسيس قاعدين نستنياه في الليل الليخ لحنا اللمسة والفكر المتاع الممرئ الجديد م 찾لنا مليناة وش برشة نتصوى المبارات حيث تكون0تة عند نادي الافريقي بحكمة دزيبوزيتيفة الناذر لادي سفيقسي يقلق برشة نادي الافريقي علي بالجن hurting aps سيكون duh ترواس 5-2 أو ترواس 5-2 قادة تلعبها نادي رياضي سفيقسي اللي تتخلي لك نحن تعطيك انت تنجم تاخد الكورة وانا نلعب لك على الاسباس اللي 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 اللحظناه حتى عمناه نادي رياضي سفيقسي ربح نادي الفريقي في الشكل هذا جرجيس تلعبت تقريبا بالشكل هذا يشبه شوية لكن ما قلقتش قلقت الكلوب و جوجات فورستير والثلاثة فورس اللي كانت تجالهم جرجيس تصعب المهم على النادي الفريقي اللي حاجة البوزيتيف والليت في النادي الفريقي اللي تعرف تربح ما تشوك اللي يمكن العوام الأخرى مريني بالمعالم مررنا ذايا حتى ما نعطيش روندمو كيما تستنى نقولوا نحن الجماهير ولا تستنى العباد ما نعرف نربح اللي هذي أهم من تعطي روندمو تعطي مانيير خطرة في تونس أول حاجة الريزولطات اللي قاعدة النادي الفريقي تعمل فيه هو صحيح في الكورة التونسية على قتلك مباراة بش تكون صعيبة خطرة ديما نقول لك المباراة ذوما حتى تعطي مباراة الكبيرة كي تربح تربح بقولوا نحن كلاسيكا ولا تربح دربية ولا تربح منافس كبير يعطي مباراة ويعطي ثيقة للمدرب ويعطي ثيقة للملعبية اللي ديما تحب ولا تكره مش نقولوا اللي نادي الفريقي من الأخرة الجماهير قاعد يعطي نحن قاعد يعطي في قو قاعد يعطي في نكهة كبيرة للمبارايات قاعد يعطي قاعد يعطي قاعد يعطي نحن قاعد يعطي نحن حتى حتى راي اللي جاد برشير كي تجولوا بقون دانيدي الفريقي في رادس ما ذابيه معنا يعيش وعيش وعيش ولوحد هذه خطر معظم الجي جنرations ما عاشتش شايذي ما سمحني ما عاشتش شايذي خطر أكتار فهي جمهور جاي جمهور ما جاي ستن افنمان لجور ديماتش لكل افريكي بخطر الجمهور وليعمل ولو انو الفيراج بشي يكون منزل مسكر بفيراج لكله في الماتش كما ذي نعف وشنوه صاير بين مجموعات الاحباء لانتصور مش وعدهم قال بشي حل و موشي تحل في الماتش اذي ما بعوش تصور المتر اقول لجم يعطينا الصحيح لاني اذي معلومة مؤكدة ما عندك ثيقة في معلوماتك انتي انتي خذر المتر هو القريب على قتلك يمكن الحاجة اللي زيت زادة بش تنقص من فاعلية من فاعلية المباراة تتعرف الجمهور ما عنده دور مسترتم مع نادي الافريقي شبش نقول لك مباراة في اسامي زوز لجمعات هذو طارق خلاص لك انتي على الترجل ماتش كيف كيف مرسو كبير مع جرجيس من افضل فرقصنا في البطولة لكن اختبار نجم نقوله حقيقي لترجل قدام فريق محترم جدا مع اسبو جلبان حتى يوري في كل ممتاز نقص عليك حقيقي حدا كنت الملعب تونسي كان كانت وكانت ورات اما نحس كلي جرجيس حضرة اكثر مستعد ترجي جرجيس بطبيعة كونو كونو في ميدان حتى مقابلت ندي الافريقي تاري جرجيس ورا اليوم فريق متوازن فريقي يعرف يلعب كورة سيستام تا نسبو جلبان انو قلت قبيلة يلعب يلعب عالي وما خليش ندي الافريقي حتى في اللاتاك بلاسين بتاعت تخرج بكورة تاري جرجيس يعمل من الفرق الكبيرة فما مرابية من الفرق حتى حتى الانتدابات متاحة مع ملاعبية كما قلت انت كاريم قبيليك على الاتحاد الرياضي المنستيري اللي طايحين من التارجي وطايحين من النادي الافريقي الملاعبية الممتازين لهم يوسف صنينة واشرف الجابري الجابري بالضبط وفرصة لللاعبين ذوما يسيرتوه في المقابلات الكبيرة مع التارجي وغير التارجي بمعناه بشي وريو المستوى متاحهم تارجي جرجيس بمورال كبير تارجي زاده كيف كيف في الدوت مع كاردوز وغير كاردوز واختياراته تارجي زاده كيف كيف في تنقل صعب قبل اللي كانت الكورة وقت اللي تربح جرجيس في جرجيس تهز البطولة ذو اللي عودنا رجعناه لها الحكاية بش تكون مقابلة صعيبة حاجة بركة اسلام على النادي الافريقي ونادي الرياضي السفاقسي اليوم هو بالنسبة نحكيه على غدوة هي مقابلة الحقيقة بالنسبة للنادي الافريقي في منافس معناه جدي اليوم اللي هو النادي الرياضي السفاقسي معناه فريقي عارفيا لعب كورة النادي الافريقي لقاء صعوبات في مقابلة تارجيس قدام جمهوره اليوم الكبير نتصور زاده فمانتظارات من المنتهد بين الجدد بش نراه النادي الافريقي اليوم معناه كامل عدد معناه بالكازومي و بالملاعبية والملاعبية دوما اللي داخليين مع الأجواء الإيجابية اللي نراه فيها في تمارين النادي الافريقي نتصور في التواصل هذي بش يكون معناه بش يكون مقابلة مفتوحة مقابلة بينزوز مدربين كبار نحكيه حتى مو مدربين مع أنه مواسط تعويض على غايف في اليافرنية وإلا ما معز حسن يرجع يخو بلاست غايف مقبلش هداف في المسؤولة العرب اللوجي كانوا بيتباع في سورتوه في البوست غاديان تبيت فما يعني فما غاديان يخدم وحتى كان يغلط مقبلش اليوم من الدفاع النادي الافريقي معناه دفاع ممتاز ويدور لي معناه مقبل حتى هدف وجماهير اليوم حتى معناه الفكتور بتاع جماهير تاع النادي الافريقي مواز حسن ما يخدموش برشة هزمة ثيقة حتى بيتباع طارق صبعاً الموضوع هذي انتي معناه وطمتكمو حتى انتي كمدرب كان هنا تاوب نعطيش الفرصة الافريقي وهو ماشي في سلكة صحيح وقتها مش نعطيه الفرصة لو حتى كان عطيتو الاختدر له فما فوق بيش تولي منيه ليه عاد كل جوار بيش يجي فرصة ويزم ويستغلى هنا كليف اني قاعد في رندمون ونجي الناحية مثلاً هناك جوار شنين نظريتي بيش تولي للمدر صحيح ليهو ما يقبل لك حد مختار مختار فما كلام انه الملعب التونسي يدرس امكانية نقول معناه بالباهة يدرس معناه مازال ما واش بش يتقدم فقط يشوف الفراضيات يدرس يقوم يعمل احتراز على لاعب النجم الساحلي حسين بن علي لانه خرج مستاج متع المنتخب ويبدو لي انت تأكدلي يبدو لي انه فما قانون يقول انه اللاعب ممنوع يلعب في اول مقابلة اذا كان خرج مستاج متعلي كيب ناسيونال صحيح او لا؟ ليه فمش قانون هو كي تخرج مستاج كيب ناسيونال مغير اذن من الطاقة الفني ولا التبي ولا رئيس الوفد ولا هو اذا كان فما خروش غير مبرر بش تكونفوكيك الجماع وبش تسلط عليك عقوبة على اساس العقوبة هذيك تنجم العقوبة تصير بعض جماع وماش عندش الحق الملعب التونسي يعني ما فماش فصل على قانون يقول ديركتو مو فما تلعبش ليه ما فماش ديركتو مو الملعب التونسي نجم تعمل احتراز ومبعد تخرج لك الجامعة تقول لك ليه رو خرج بأذن ما فماش معنى حاجة وهو خرج بأذن حسب بيان الجامعة خرج الاسبير بربي حتى لو كان في الظروف متاع المنتخب بهذا كي عابد نجم الساكو يخرج مغير اذن طوال مشاكل الجامعة بس زيد صدع حسان بن علي تزيد تخرج للعباد اللي يكونوا عنها مشاكل ما ننتصورش كان عندك رأي في الموضوع تعال رزيخه هو نفس الرأي انت على الاستاذ استاذ مختار دبوس مش الحكمة بزميلي ما هو هو قام منقمات المحامات فخوين بيها انا فخور بتبعها قبا عن جد لا انتو مما روس معني خليني هنا نفسر لكم باش خاطر فما كلام يصير بين محامين مختار امريكا وقال فخور بالاستاذ مش فخور بالحكمة حكيو على استاذ حكم مش برشا هو الحمد لله انو يفهمها الحمد لله انو يفهمها الحمد لله احنا ما فهمنا الحاجة بلاي اللي فم نقطة انا نحب نتطرق لها هي ما يسمى بالمنتخب التونسي للكرة القدم والاحديث اللي دور حول الفقر اللي تعيشوا كرة القدم التونسية على مستوى المهاجمين مش صحيح هرا مش صحيح انا نقول مش صحيح من غير ما نذكر اسماء اللي نورمال ما تتواجد مانيش فني انا مانيش ممر المساعد مرينيتش لكن انا نعرف الناس اللي وكبتها وانا مسؤول على المنتخبات الشبان وخاصة المنتخب الوطني الاواسط انا واختي تقول لي ما عنديش اتاكان واندي مخلي بش ملاعب ينجم مش اتاكام بش مش اتاكام مش اتاكام يلعب على الكلوان يلعب على الكلوان احنا في الكبناس واصلا ما واش يلعب في جمعيته كيفاش تزول المنتخب مجموعة من المهاجمين هو يحكي على المواهج اللي متواجد اللي تنجم تعطيك نص ساعة وتعطيك اربعة دراج وتعطيك ميتان وتعطيك عشر دقائق بالله يا مجوريتي يحكيوا بالله انتي وقت يهبت كرون بلسان على خمسة دقائق اللي انتقرة سيوم متاعي قداش تشد والمونطاع القداش يشد واشنور باش تتقدم انتي في خمسة دقائق وفي درجين اسمعني الناس راه هم التوانسة راه هم مستوى ذكام متاحهم ولبطي لاعرة وتطورة جدا وتطورة جدا كي يبدأ انا بان اكون مركز على اللعبة متاعي كي ما يلزم كي نابت متخيق الولى النجم نار ما فماش حتى واحد امركز تحكي عليها من مجموعة اذاك انا احكيوها البرمير ليك اذا اذا امركز وتعرف اللعبة انك نبدأ مش خمسة دقائق كريم اذاك مع فنيين في اللو نيفو وقت اللي يشوف انا انا تريدين مدرب يعطيك وقبل المقابلة يعني في الرينيو التكنيك يقول بشيابة ايكس ايجريك زيت يعني بيتشينزيك مثلا يعطينا لشنجمون ذو يعني هو قاري لعبته اما نتيجة تنجم تغير نتيجة تغير والله اسلام فما مقابلة مع الملعب التونسي وكنت انا معنى نحكيو بشنابتن بعد وفي زيرو زيرو ومزالوا يمكن كنز مينوت او لفين مينوت وصار الشانجمون اللي هو قالوا معنى يشوف فهم قراية زيتها بتاع بتاع مقابلة فهم الفيزيوناج هذا اللي نحكيو عليه اليوم انك تحط انتي ساعات اختياراتك من اللو صحيح في اللو نيفو يقلالك يقول لك بشتابت سمينوت بشتابت عشرة دقائق المدرب التونسي اللي كان هبتك ثلاثة دقائق ترضيها ليك وترضيها لجمعتك طارق انا بشتناح اوصل الاسلام بله كلمة بركة كلمة بركة انا راني ما اذكرتش المعطيات هذية فنية تتجاوزني انا راني اذكرت لي اقول ان اراه في المنتخب بكل اسف بكل اسف الكلمة ما نحبش نستعملها في المنتخب ثم محابات كبيرة انا معلم نلعب يزم يلعب معايا طارق يزم يلعب طارق يودي طارق لميتي وينجمش يلعب في الكل ورده كلها تخلق له بلاسة يجب تخلق له بلاسة في بلاسة اخرى باش الوكيل المتاعي يمبعد اذا كان انا اضطرت من الكيب ناسونال يجتروفرين البلاسة وهذه مهزلة تعيشها كرة القدمة التونسية والمسؤولين المطلعين على الوضعيات هذية شنو اليوم مازالت هكا المنتخب مازالت مازالت اعطيني طاو طاو نعطيك طاو انتي فما انتي فما ان ماناجر ماناجر تعمدر منتخب هو بيدو الماناجر متاع حارس المنتخب هو بيدو الماناجر بتاع واهد يلعب في الوسط في المنتخب ايه اسكو ما اوش مثيلة الاسماء ويني متاع اسكول يجيب انتي المدرب هذيك بتبيعبش يجيب لك مدام انتي اله يعني في صوتيتي واحدة تاخد منتهم كيفاش ما عايتلوش ايه القردية. قردية تحكي على بشير بن سعيدة. لا لا مش على بشير. لا لا مش على بشير. ونزيدك زيادة. وراو ساعات تلقاه ورا الميكرو. انتي انتي ترامي ما تعرفوش. انا نعرفو. صحيت. ساعات تلقاه في ورا الميكرو. يبدأ انتي تحكي. يسمينا باش نعرف. لا ما تسمي. قالك اربعة خمسين. بعد اربعة الخمسين قالها سعادة. كريم اه تصنيف المنتخب اليوم مقابل جزر القمر الخليطة نخسره برشا. اليوم منتخب تراجع تقريبا حداش مركز تصنيف الفيفا. اه سابعة ورابعين عالميا. عنا مدة ما صناش المركبة هذي. بشي قولك عدنا مدة صحيح. مياذا ما يعنيش اللي التطور للمنتخبات الافريقية. وتراجع المنتخب التونسي. وتم انتك ما بشي افرض عليك هذي. مياذا ما يعنيش يمكن نحنا جينا لعبنا مع مع منافسين اقل منا في الترتيب. وهما معناه كروي انكارو خير منا وربحونا. اذا شي قول اسلام يمكن انا اطلاع كلمة ديما نقولها. ومش نبقى نعيش باهيتي كامل. مدام انت في الكاتيجورية صغار. مكش قاعد تمس في النفو العالي. ومكش قاعد تشارك في المسابقات الكبار. وجواريتك ممش قاعدين يحتكوا بجواريت الكبار. طيو مثلا نبكري عطانا سعبد رزيغ جواريت اللي مش اللي بريزي اللي مش اللي الارجنتين وشاركوا في الكوب دي موند. طارق وماتر والكل نانا موجودين. اعطيني واحد يكاور تعطيني اثنين يكاور. كام بوشنيبا فقط. بوشنيبا يكاور ووالله يبو السدفة. والله يخادي نلعبو بالسدفة. مراكي. اسسمو في ندراد السفاق. مراكي. بان بنجيم يا زاد. لو متاعي لطوالي كان في الاهلي وزارك. اذلك تريس. دي دا مش معاهم. لا لا مش معاهم. اذو ما وين هما. انا اقول لك حاش. قائد فريق الوطني الاوستوين. غاية في الوهايبي. غاية الوهايبي. اليوم في السينيور بي في التارجي. يتراه يتدربوا. عندو مشكلة متاعبوا. انا جوار انا جوار ما سلحش. لكن سمحني ما تلازموا التأثير يا استاذ. نحكيهم بكري عن التأثير. تفاضل كمل. انا نقول لك راو التأثير. متستنى التأثير يجيك من مسؤول. لك انت كجوار. مساح كنترا بروفسيونال. يزمك تكون انت بروفسيونال بينك وبين روحك. متستنىش انت في وضع متاع بلاد. وضع متاع الكورة. نحكي بسفاها مش نحكي. وضع متاع الكورة في تونس. اسلام متستنىش العباد بشتتعتيك. لك انت تعرف وقته ترقد. معنى. يزم انت تكون من روحك. لك تستنىش نحن في تونس. بش نعاونوك ولن اطروك. معادش. اذاك اذاك بلوس. نحكي على طوى طوى. اذاك بلوس. انت. يزم انت. قطلنا احنا طوى في تونس مثلا جواريته. ونعرف اسلام ونسعة شبه. او كتصير مباراة. يزم وتكمو انت كجوار. ترجع عن بعد للدار. تفرج في روحك. شوف اخطائك. صحي. تفرج في اخطائك. في خطر انت تبدأ راك في حونتك. ولا يعطيك صحي طارك. ملا ماشي اليوم عملتو. وانت راك اخي بماشي عملتو في حياتي. ايه. اغلطوك. بلد داشيهمك. حاجة اخرى. انا ننصح بالوليدات الموجودية. اه. راو مساشكي تناحي لانستجرام وسوشيال ميديا. والعباد اللي سمحني في الكلمة. اللي تكذب عليك. ام. اللي راي قاعدة الضر فيك. راك انت يزما كتصلح انتي من نفسك. وانتي يقول عليها اليوم الليوم ماتش ضايع تربع كور. عليها الماتش جاي نضايع في اربع. نضايع اثنين. ام. فهمت ويزما كتخدم على روحك. وكلمة. وكلمة راني مظلوم. انسي. راني مظلوم خطر الكل في تونس مظلوم. اره. يزما كتناحي. المدرب اللي يعرف مختار بشي ربحوا. ولا طارق. لعب ولا. هاي بتبعها. والله كلمة طالة كريم توا بش تختم. الانزامي دي خاطر اه اه انا كان جيت اه راجع اخطائي كل مباراة. لازم ربي يكتب لي امر رائحة. بش. هاي بش ربيك انت. لا نهاية بش نقص على كلمة. كلمة لا مسلة مسلة مهمة مهمة جدا. شوف احنا المنتخبات الوطنية للشبان المدة الجاية داخلها في مسابقات دولية. في المغرب وفي الجزائق وفي مصر. واليناف باش تلعب في 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 مصر. ويترشح حزوز من الناس. والناس كلها تعرف اللي الدورات او المسؤولين على الدورات هذو ما انه لازم ارسنال برسونيل متوافج مع هال المنتخبات هذي. انا خايف شخصيا. خايف على الجيل هدا لما يترشحش مع الازمة لتعيش اكورت قدم التونسية. انت تصور جيل دو دو نيفو متاع الكيب ناسيونال جنيور. معتها اتصور ما يترشحش الكاس افريقيا الجاية ولا ما يترشحش المونديال باش يقع القضاء على جين الكامل. كان المسؤولين ينظروا انه مثلا باش نعطيك انا جوار. اتاكد انه موندس الدو قاشر كان باش يقع باش يطلعوه اللي كيب ناسيونال سنيور اللي هو عرعار. اللي هو خير من اللي زرير جوش اللي يلعبوا في كورت الجولات. رهي صيحة فزاع. وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة. شكرا لك برك الله فيك شرفتنا سي عبدالرزيق ايضا كريم العواضي اتك ساحة برك الله فيك. الترق العبداللي شكرا على حضرك معنا وايضا مختر دبو شكرا للكل في الاخراش اجمل تحييات اسلام المدنة.